أهلا بيكو في بودكاست كلام في الصحة مع دكتور محمود علاء البرنامج اللي هنناقش فيه أشهر الحالات الطبية اللي بنشوفها وإزاي نعلجها بطرق بسيطة وكمان هيكون معنا ضيوف هيكلمون عن مواضيع مختلفة ومتنوعة أهلا بيكو في حلقة جديدة من بودكاست كلام في الصحة مع دكتور محمود علاء والنهاردة بصراحة أنا بفتخر أن في حلقة مع دكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية بصراحة يعني فرحان جداً أنه هو معي في الحلقة النهاردة الحمد لله شرفتنا والله ونورتنا طبعاً حضرتك لك مسيرة كبيرة من أول أدارة المستشفيات في الجامعة وحالية النقيب وأطباء المنوفية فعاوز كده حضرتك تكلمنا أكتر يعني وتعرف الناس أكتر من هو دكتور أحمد القرش؟ أنا اسمي أحمد مختار القرش دفعة 1996 خريق طب المنوفية اتعين تنايب اسم القلب والقوايا الدموية في التسعة وتسعين وعدين مدرس مساعد فمدرس فأستاذ مساعد أمراض القلب والقالية الدموية أنا اشتغلت نايب إداري من هنا نايب وبعدين في 2019 تم اختياري أن أنا بقى مدير مستشفى الطوارق المستشفى الجامعة المنوفية في 2020 مدير عام مستشفى الجامعة المنوفية وعدين في 2022 مدير تنفيذي لغاية يونيو 23 وبعد كده سبت أدارة المستشفى ورجعت الاسم القلب تاني والحمد لله ومن أكتوبر 23 لغاية دلوقتي نقيب أطباء المنوفية ومشاء الله يعني مسيرة ومشرفة جدا يا دكتور والله وعني حاجة بصراحة نفتخر بيها كلنا بس طبعا بقى احنا دايما لكاترة أصلا نعرفين ان الشغل الطبي سترس والتخصص كمان الكارديولوجي وسترس وحاجات وكده فدخلت كمان حضرتك في العمل الإداري والنخابي وكده ايه الفرق بقى في حياة دكتور أحمد لما كان مثلا دكتور معلوش أي مسؤوليات قبل كده إدارية وحاليا لا فرق كبير جدا الحقيقة الإدارة من الحاجات زي ما هي أنا تعبت فيها جدا وتعبتني جدا ويمكن كان موضوع مرهق جدا جدا الفترة اللي كنا فيها في إدارة المستشفيات اللي إن فيها خبرات في منتهى القوة الحقيقة يعني خلتني مختلف جدا بفكر مختلف جدا في كل حاجة كان عندنا في الأول قبل ما دخل الإدارة خالص أنا أحمد القرش بتاع القلب والأسطراء اللي بيروح يومين ثلاثة في الأسبوع بشوف حلاتي بدي الدرس بتاعي والموضوع عادي جدا وسترس برضو طبعا وسترس شغل العادي استرس خلي بالك إن إحنا برضو إحنا كشغل كارديولوجي وانترفينشن كارديولوجي أو شغل الأسطراء عموما ده دايما في استرس قوي جدا فده طبعا ده استرس عنيف جدا ده قصة مختلفة لكن لما بدأت أدخل الإدارة وكان حتى بدايتي في إقدارة المستشفىات أول يوم في أستلم إقدارة المستشفى في إقدارة المستشفىات مدير مستشفى الطوارئ كان يوم العيد كان يوم عيد الفطر كان أول يوم ليا في أدارة المستشفى وكان يوم طوارق في المستشفى الجامعة وحصل مشكلة كبيرة جدا إن التمريد حصل فيه غياب قوي جدا وكانت أزمة عنيفة جدا وكان عندنا طبعا في العيد بتبقى الحوادث والطوارق كتير جدا وكان أول يوم ليا لدرجة إن فيه طبعا ناس كتيرة جدا من المجدفش ما يعرفونيش أنا فجأة لقوا فيه واحد تسعة الصبح قاعد في المستشفى والدنيا مقلوبة وقالب الدنيا عشان يجيب تمريده ونوفر تمريده ونكلم ناسه ونكلم ناس من الإسام الداخلية دي كانت أول طال علي وكانت بصراحة كانت يوم صعب جدا 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 الحقيقة يعني لأن كان عندنا مثلا نسبة غياب في تمريد الطوارق مش عايز أقولك يعني كان عندنا منفروض 22 ممرض وممرضة في الاستقبال حضر منهم أربعة دي كان أول يوم شغل دي كانت بصراحة قوية جدا البعد كده لما بدأت أدخل في الإدارة وابتدي أشتغل خبرات إدارية قوية جدا خبرات في التعامل مع ناس في ناس يعني في نوعيات من الناس أنت ما تخيلتش اللحظة أنت تقابلهم أنت طول حياتك يا طلبة يعينين مصري يا طلبة وعينين بس وصحابك لكن البيت تشتغل ده جزء مالي وده جزء إداري وناس عايزة تشتغل وناس مش حابة تشتغل وناس عايزة تحفزهم وناس برضو مش قادرة تسيطر عليهم صحيح أن المستشفات الجامعية إحنا عندنا الكادر الإداري في مستشفات جامعة المنوفية بيتعدى 4,000 بني آدم أقول أن أنت تقدر تدير 4,000 واحد بدون مشاكل صعب جدا وأن أنت تحاول تطلع أحسن ما فيهم وأكبر إنتاج اليوم دي كانت كانت قوية جدا الحقيقة برضو أنا لازم في القصة دي أقول أن إحنا كانت في الوقت ده كنا إحنا بنشتغل كان عندنا تيم قوي جدا بداية من عميده الكلية للرئيس إدارة المركزية لمدينة عام مستشفيات من هنا في الطوارئ وبعدين بعد كده لما تصعدت بنفس القصة كانت الفكرة فيها كان سر نجاح المجموعة اللي كانت موجودة الحقيقة مش فردي إحنا كنا مجموعة ومجموعة بتديه للمستشفى بفكر جماعي قوي جدا كل واحد بياخد موضوع بيتكلف بيه بيخلصوا ويرجع ادي فيد باك اللي بقيت التيم كله بحيث يبقى والحقيقة كانت من أفضل السنين يعني من 2019 لـ2023 أربع سنين كانوا من أقوى السنين أنا عاشتها الحقيقة في المستشفى بعدين حضرتك انتقلت بقى للنقابة وظن العدد بقى أكبر عن اللي كانوا بعد ما سبت المستشفى بدأت فكرة لقيت بعض الزملاء بيقولولي الفكرة النقابة دي كانت موجودة من 21 على فكرة من سنة 21 بعض الزملاء قالوا لي لازم تدخل انتخابات واحد وعشرين كان في انتخابات نصفية في واحد وعشرين يعني تجديد نصفي وطلبوا مني ان انا ندخل بس قلت ساعاتها في إدارة المستشفى قلت لهم انا مش هقدر أوازن بين الاتنين صعب جدا فخلوني عما أشوف الدنيا هتمشي زي في تلاتة عشرين كنت سبت إدارة المستشفى في شهر ستة والانتخابات هتفتح ببل الترشيحات هتفتح بعدين بتات سبعة الصدفة جاءت ترتيب ربناك كده فعلي فلاقيت طبعا بعد زميلنا وأصدقائي لقيتم بقولوا لي خلاص واجب ان انت تدخل للنقابة وكان المرة دي الانتخابات على مقعد النقيب طبعا النقيب السابق أستاذنا الأستاذ الدكتور حسنة ده كان خلص مدته وكان له فضل كبير جدا على النقابة برضو نازم نشكره بصراحة كان دهما كودات كبيرة طبعا فكان فتحنا اتفتح حيات فتح البيب فيا جماعة وبعض أسازتي وزميلنا وأصدقائنا سواء الناس الأساز الأكبر مني أو الناس اللي في سننا أو الأصغر قالوا لا لازم تدخلوا فخدنا القرار واتكلنا على الله والحمد لله ربناك كرمنا ودخلت النقابة نواية مشاكل مختلفة حياة مختلفة جدا مشاكلنا دلوقتي بقى معظمها مع الأطباء والعيالين والمرضى بس مور الليس برضو هو عمل لطيف بتحس ان انت بتأدي خدمة بتحاول تأدي خدمة كويسة تنفع زميلك وتنفع الناس لأن احنا هدفنا الهدف في النقابة حاكتين الدكتور والعيان لازم نحافظ على الدكتور ونحافظ على عيان جميل تمام واحنا دخلين شوية برضو احنا برضو بنفس الفكر احنا داخلين تيم احنا تيم مع بعض مجموعة بسم الله ما شاء الله قوية جدا وناس قويسين جدا جدا سواء فوق السن أو تحت السن كلهم مجموعة بصراحة الشغل واضح يعني ما شاء الله عندنا تارجت بس يعني أنا التارجت بتاعي حقيقة الفترة دي فكرة ازاي ازود تدريب الأطباء الشباب الأطباء لأن هم دول التارجت بتاعي احنا لمسناها شخصيا بصراحة الفترة فاتت يعني بصراحة يعني برضو احنا لسه أنا ان شاء الله بإذن الله في الفترات اللي جاية عايزين نبتدي نعمل كورسات مختلفة بشكل مختلف بشكل أتركتب للناس عايزين الناس تحب أنها تتعلم لأن أنا متأكد أن ما فيش حد من شباب الأطباء مش هستعلم ده أكيد طبعا بس الفكرة كلها أنك ازاي توصله بطريقته بالزبط من أهم المشاكل دلوقتي بصراحة في الشباب معلش يعني مثلا بيدخلوا للمحاضرات في بعض الجزء يعني الأسلوب القديم هذه دخلنا بقى في التكنولوجيا والحاجات الجديدة احنا شخصيا عاوزين نتعلم طبعا الفكرة برضو هي الفكرة مش فكرة التكنولوجيا بس هي الفكرة فكرة هاو تو اتراكت صح إزاي تكذب ده لأنك تتعلم صح وبعدين احنا برضو في قصة برضو مختلفة شوية طبعا نظرا للأحوال الاقتصادية والدنيا مش مزبوطة طبعا مع مرتبات الأطباء ودخل الأطباء وده لازم نحطه في أعتبارنا طبعا فحتى شباب الأطباء اللي بيجي يشتغل دايما لما بيخش يشتغل فتخصص بيبقى تارجتينج أنه يتعلم الجزء اللي بيجي بإنكم كويس للأسف من بدري وده مشكلة بقت مشكلة قوية جدا وأنا كراجل بتاع قلبه وبتاع قسطرة تداخل دايما بنصح شباب الأطباء اللي بيجي وشتغلوا معنا أخواتنا الصغيرين هم بيبقوا جايين هدفهم أنه هم عايزين يشتغل قسطرة بسرعة ويبتدوا يشتغلوا بسرعة الفكرة كلها أنت لازم تبقى لازم تبقى دكتور كويس قبل ما تعمل أي حاجة تانية قبل ما تشتغل أي حاجة إكسترو لازم تبقى في تخصصك دكتور كويس وتتعلم كويس وتصبر لأن هي القصة كلها هي فكرة تراكمات الفكرة مش فكرة أن أنت تعمل الحاجة خلص مش الفكرة أنك فكرة أنك تعمل الانتربينشن أو التدخل خلص الفكرة فكرة أنت قررت إزاي أخدت قرارك أنك تعمل ده إزاي وهتعمل إيه تمام وإيه البلان A البلان B بلان C لأن أنت لازم تخش وإنت عامل حسابك أنه هيحصل مشاكل ما فيش حالات بتمشي ستريت على طول مش طول عمرك تشغل حتى لازم يحصل مضاعفات ومشاكل لازم تبقى جاهز والأهم من كده وده أحد الحاجات اللي اتسألت فيها زمان وأنا صغير أحد الأستاذ الكبار سألني سؤال قال لي هو مين أستاذ الأسترة الشاطر واللي سألني السؤال ده الحقيقة حد من واحد من أول ثلاثة أستاذ الأسترة في مصر سألني السؤال ده قال لي مين دكتور الأسترة الشاطر فسألتها تحكي تقول له سعدتك قال لي لا بجد أسماعي إي يعني قال لي الدكتور الأسترة الشاطر اللي يعرف إمتى يقف إمتى يقول أنا مش هكمل هو ده الشاطر اللي يعرف يمسك نفسه وما يخشش يضحي بالعين بتاعه لأن إحنا الفكرة برضو احنا تخصصنا الغلطة بعين الغلطة عندنا غالبا بعين مات. فدي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. فهي نصيحة. ويمكن بالملاسبة الشباب الاطباء بقى. اه. تبقى دوم رسالة كده او نصيحة. بملاسبة الشباب الاطباء اللي هلا ملاحظوا. ان احنا عندنا كل الشباب دلوقتي واخدين اتجاهنا وعايز سافر برا. وعايز يمشي. حقيقة. اه. دي حقيقة. اه. طبعا دي ده فكر هو ده يا فكر يحترم وكل حاجة. بس انا على المستوى الشخص ضد الفكرة دي. بصراحة يعني. حتى كنت يمكن من يومين تلاتة كنت في النقابة. ولقيت مجموعة اطباء امتياز كده عاديين بيذكروا للمعادلة. فوقفت معهم قعدت معهم شوية. وعدنا نتناقش في القصة دي. احنا في الاخر. هو انت عايز سافر لي. هو ده سؤال. لازم الناس تبع عارفان. عايز سافر عشان تعلم. واللي عايز سافر عشان تأمن دخل كويس. والعايزة. وبصراحة بيبقى مبينهم كله. يعني بس بصراحة بيبقى الجانب المادي اكتر طبعا. صحكا. صح. كويس. طيب. احنا دلوقتي في سؤال المجموعة اللي موجودة. واللي محتاجين يسافروا. حد عنده اجابة الفكرة كم واحد او كم في المية من اللي بيسافروا برا بيجيبوا التارجت اللي هم عايزينه. لأ طبع. لأ طبع. خصوة ان احنا بنفس العالم كله يعني مش بنفس مصر بس. كويس. هايل جدا. هايل جدا. كده جميل. كده احنا متفقين ناس بايا. اه. طيب. اللي هيسافر. هم. هيضحي بمستقبله هنا. هم. بأسرته. بعيلته. بحياته تقريبا. طبع. لان احنا من 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 التجارب اللي موجودة. اللي بيسافر ويقعد في اوروبا. لفترات طويلة. بيبقى صعب عليه جدا نرجع مصر. بالزبط. تمام? فده قرار يعني قرار مصيري بشكل قوي جدا. انا ضد الفكرة دي. لعدة اسباب. اه. الانكم قليل شوية في مصر. انا موافقه. تمام? اه. هيتعلم في مصر. هيتعلم اقوم برا. بيتعلم سراحة. اه. طبع. بيتعلم. لو هو حابب. اه. لو هو حابب. فانت دلوقتي محتاج تتعلم هتقدر تتعلم. انت قعد في وسط اهلك. في وسط بلدك. بتأمن بالناس اللي حواليك. تمام? ما انتش سوله. هناك برا. فيه رولز. ستاف جدا. اه. بفكرة ان انت يدوك فرصة انك تتعلم. معلش في بعض البلاد. بعض البلاد. وانت مصري صعبة جدا. جدا. تمام? طبع. فلازم اللي ياخد قرار. الصفر نصحتي. لازم تهدى جدا فيه. don't rush. القرار مش سهل. والفشل وحش. طبع. تمام? خصوصا احنا اصلا سننا كبير وبنتأخر في الكلية فمش نقصين ان احنا. بالزبط. فانت مش محتاج. اه. خد معدلاتك وزاكر وعمل وعمل لمستواك. ده حاجة كويسة جدا. حاجة بشجحها جدا. طبع. وعايز تسافر برا تتعلم وتاخد ترينينج. كلنا سافرنا. يعني كلنا بنسافر نعمل ترينينج ونحضر مؤتمرات ونعمل ويركشوبس وكلنا سافرنا. الناس اللي سافرت فيه ناس كتيرة بتسافر. لكن في الاخر هترجع. ويمكن انا عندي وجهة نظر شوية. حتى للناس اللي زملاء اللي اللي في سننا يعني اللي بيسافروا برا دلوقتي دايما اه في الدولة العربية حتى. دايما اقولهم لو انت قادر تجيب تلت اللي بت اللي هتقبضوا برا. او ماكس ما بدصوا وانت قاعد فبلا دخلينا. انا انا صاحب المبدأ ده. اه. يعني انا من الناس اللي ما بحبش هتسافر برا. اه. حتى لما بسافر يعني انا شوية بسافر مثلا ايه. اسبوع اسبوعين حاجة. اسبوع اسبوعين وارجع. اه. انا ما بعرفش اعط برا مصر الحقيقة. اه. اه. فانا من الناس اللي مرتبطة جدا بالمكان والبلد. فعشان كده يمكن انا ضد الفكرة دي. بزاب. وهو حتى لو لو حد عاوز يسافر يخلي عنده بلان زبورد. يعني بلان اي وبلان بي وبلان سي. بزاب. يعني ما اعملش ان انا براهن بمية في مية الحاجة. ايوة انت بتراهم بمستقبلك كله. بزاب. انت وبعدين انت في الاخر انت ممكن تجبر. اه. ان انت تشتغل تخصص. طبع. ما انتش حبه. وخلي بالك من حاجة. فكرة التخصص في في الطب ده. فكرة صعبة جدا. تقعد بيته لعمرك. لان انت في الاخر هتقعد طلعمرك. خلي بالك انا بداية تعييني. في دفعيتي. لما جيت تعيين نايب. كنت تعيين بطنة. اصلا. اه. اساسا. اه. ورحت قدمت على التظهر ورفضت ان انا استلم. مم. البطنة. حل. واخرت نفسي لاعلان دفع وورايا سنة. انا تعينت سنة متأخر عشان اخد التخصص اللي انا عايزه. بزا. مم. اللي انا شايف نفسي فيه. لان انت في الاخر لازم تشتغل اللي بتحبه. او اللي شبهك. مم. خلي بالك ان فيه الشخصية. شخصية البني ادم بتحدد كتير. اتجاهه ايه. يعني اختيار التخصص ازم الواحد برضو يحط في نفسه شخصيته على التخصص. طبعا. طبعا. ببساطة شديدة جدا. اه. لو جينا نقارن بين تخصص البطنة. كبطنة. جميل. وتخصص الجراحة. حال. مثلا. ماشي. كاثنين برانش كبار. اه. تخصص البطنة ده تخصص هادئ. اه. بياخد طويل. بنعيش مع بعض فتلات طويلة. اه. صح. صح. الوقت بييجي كذا شخصية هادئة. صح. وهو بنطلب تحليل وبنطلب اه مش عارف ايه وبنطلب ايه وبعدين ناخد بالراحة. صح. طيب. نيجي بتوع جراحة. مع رسول. طيب جراحة قعد في طوارئ وحدثة ومش عارف ايه والعين لازم يتاخد فيه قرار دلوقتي وهيتفتح والعين بينزف والعين تك 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 فمحتاج شخصية صحبة قرار سريعة. صح. وجريء. مم. فعشان كده بقول احنا لازم كل واحد فينا. يختار التخصص اللي شبهه. صح. احنا مثلا في القلب احنا احنا كتخصص دايق عندنا. مم. احنا متقسمين في وسطنا مجموعات على فاكرة. يعني في بعض الزملاء من الاساسة الكبار جدا. مم. اللي عندهم علم قوي جدا. لكن ما بشغلش اسطرة. مم. ليه? ليه بقى? هو شخصيته. هو راجل هادئ الطباعة. اه مش عارف يتحمل الضغوط. مش بتاع ضغوط. مم. مم. مش بتاع ضغط. احنا بنبقى مضغوطين طول الوقت وانت شغال. طبعا. فانت في الاخر لازم عشان كده نصحتي برضو. التخصص مهم. احنا مش وغدين تخصص عشان هو ده تخصص شكله حلو بيجي فلوس. او ترند ماشي دلوقتي. او ترند ماشي. او. يعني احنا فترة من الفترات مسلا كان اوعي للدفاعات بيقى وعي كده اه في الفترة الاخيرة بقت الجلدية دلوقتي مسلا هي الوقت دلوقتي. مم. عشان الناس كلها بتحب ايه جلدية والكوزموتكس والفيلرز. ايو ماشي. لكن انا في الاخر عايز اشوف دكتور جلدية. مم. عايز اشوف بتاع درامتولوجي بجد. صح. دلوقتي احنا بقى عندنا مشكلة. مم. فنصحتي اخترت تخصص صح. قبل ما تعمل اي حاجة او فيها مانوبر خليك لنشن شاطر الاول. جميل. صراحة يعني خلاصة النصيحة للشباب يعني. عاوزين نرجع بقى لحضرتك في النقابة. عاوزين برضو يعني للأسف انا مسلا من تعاملي مع زمايلي وكده في ناس ما تعرفش قوي دور النقابة. عاوزين ما اقول مسلا للناس الحاجات المهمة في دور النقابة اللي تنفعني مسلا كدكتور وتنفع برضو كعيان او كشخص النقابة دورها ايه في حياتنا. تمام. النقابة بتشتغل على كل كل الأطباء في كل مراحله. احنا بنستلم الدكتور بيرتبط بالنقابة بعد نهاية امتياز بتاعه. صح. فاحنا بداية الأطباء الجدود الخارجين. ويمكن السنة دي الناس لما سيتها بقوة في في انهاء الاجراءات والتكليف وكلام ده النقابة هي اللي بتخلص مع الناس دي عشان ترخيص المزولة. حي. تمام. اه بعد كده الأطباء اي مشكلة لأي طبيب. كمشكلة مستشفيات. كمشكلة خاصة مع مريض. كعضية موجودة احنا موجودين. تمام. اه. كروابط علمية احنا من اوائل النقابات على مستوى مصر. نقابة المنوفية. عندنا تسعتاشر رابط علمية. لتسعتاشر تخصص. تمام. روابط دي ديها آآ نشاطات علمية قوية جدا ونشاطات اجتماعية. واخد بالك من حاجة مهمة جدا. ان شغل الشغل العلم في الطب. هو جزء منه. حتى الميتنس العلمية والندوات. هو جزء كبير منها كمان. طبع. تمام? الناس في التخصص الواحد من اماكن كتير بتتقابل بتتقابل وتتبادل خبرات طبية وعلمية. مهم. ويبتدي يحصل وعلاقات اجتماعية قوية جدا بنبقى كلنا فاتحين على بعض. صح. ودي بتبقى حاجة من الحاجات اللطيفة جدا في الطب على فكرة. مهم. فكرة الميتنس والندوات والمؤتمرات من الحاجات اللي بتخلي الناس تعرب بعض. فدي حاجة كويسة جدا. لزا. النقابة بتدعم الطبيب في اي مشكلة. احنا الحقيقة الفترات اللي فاتت طبعا بقى عندنا مشاكل المرضى والاطباء بشكل اه قوي جدا. للأسف اه. للأسف الشديد. لما بيجينا اه شكاوى احنا في الاول بنحاول نشوف الموضوع ازاي. ونحل الموضوع. نحمي العيان. ده مهمة جدا. طبعا. ان العيان لازم ياخد حقه. لان ده رسالتنا الاولانية. ده اه. وفي نفس الوقت بنأمن الطبيب ونحميه. حال. تمام. الطبيب في نفس الوقت النصيحة لازم تساعدنا. بمعنى. اه. انا اسف اللي هقولوه احنا عندنا بعض الناس ما بتشتغلش تخصصها بس. جميل. ودي مشكلة كبيرة. الاسر. ازا سمحت اشتغل تخصصك. ازا سمحت اشتغل بالدرجة العلمية اللي مسموح لك تشتغل بيها. حضرتك اخصائي بقى تشتغل في حدود ان انت اخصائي. حكي استشاري تشتغل ان انت استشاري. احنا كل درجة علمية المفروض لها جوب تسكريبشن. صح. تمام. لها اه اللي احنا بنسميها المفروض كل واحد اللي يشتغل عليه. لازم. خلينا دايما نشتغل. واحرص دايما ان انت تشتغل في مكان. والكلام ده بوجهه خصوصا للناس لاخواتنا الجراحيين والناس اللي بتشتغل انتربنشن. اشتغل في مكان مجهز. اشتغل في مكان انت متأمن فيه. حال. اشتغل مع تيم كويس. عشان تبقى ضامن ان انت عملت اللي عليك وما فيش غلطة عندنا. احنا خلي بالك احنا بنعمل ضميرنا. الضمير بالنسبة لنا هو اول حاجة. طبع. واخر حاجة بالنسبة لنا. احنا احنا علاقتنا بربنا بشكل مباشر. طبع. عندكش رقيب. صح. فلازم تبقى عارف كويس رقم واحد. لازم تشتغل حاجة انت بتعرف تشتغلها وتعلمتها. ما ينفعش ابدا ان انت تاخد قرار في عيان انت ما عملتوش قبل كده. ما تستعجلش. صح. اتعلم واخد وقتك. نمرة اتنين اتعلم واشتغل حسب اللي موجودة. حال. اشتغل حسب الرولز. حال. خد بالك ان احنا الطب ده له قوانين وقواعد. احنا مفيش حد فينا بيشتغل لوحده. انت بتشتغل. اه. وانت وانت شغال بتتزنق بتعمل مانوفر زو شوية. بتروتيت على مانوفر او بتعمل حاجة انت مضطر لها. اتس اوكي. لكن انت استقدر الرولز. طعم. جايد لاينز اللي بكتجدد كل شوية. اه. 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 اشتغل جايد لاينز. مش هتتعب. صح. مش هبقى عندك غلط. صح. تمام? احنا عندنا مشاكل دلوقتي قضايا الاطباء وقضايا المرضى اللي برفعه وقضايا الاطباء والاطباء بياخدوا احكام وحاجات كتير. اه. ودي بتبقى مشكلة. لان في الاخر. احنا ما بنعرفش نحلها. واخد بالك. اه. ان احنا لما بنزنق في القصة دي. بيبقى موقفنا صعب جدا. موقف الدكتور صعب جدا. اه. تمام? اه. لازم تبقى انت استقدر الرولز. طول ما انت استقدر الرولز. كلنا بيحصل معنا مضاعفات. طبع. لكن هي مضاعفات مكتوبة في الكتب. حضرتك اشتغلت حسب الجايد لاينز. انت عملت مع مضاعفات حسب الجايد لاينز. حضرتك في الاساس مؤهل ان انت تشتغل النوع ده من الحالات. شكرا. تاكده موقفك سليل. بزي الفل. اه. صح. تمام? لكن حضرتك مش مؤهل. يعني هنا كان عندنا يمكن حاجة قريب. موضوع. واول خبطة. اول مشكلة حصلة. ان الدكتور اللي بيشتغل الحالة. معهوش الشهادة المؤهلة انه يشتغل. اصلا لا. اه. مشكلة. فدي الواحدة بقينا واقفين. مطف ضع. احنا واقفين متكتفين. الموضوع ده لو ما تحلش ستبقى مصيبة سودة. لان بالزبط. يعني انا بشبهها بالزبط بواحد ركب عربية. وعمل حدثة. خبط واحد. اه. اول حاجة بتساءل عليها ايه. الرخصة. رخصة. حاجة معك رخص القيادة? ولا معكش رخص القيادة. احنا دول النقابة. احنا بنحافظ على حق المريد. المريد لازم ياخد حقه. طبع. ولو ولازم نحافظ على حقه وياخد خدمته خدمة كاملة من الجهة اللي بيتعاليك فيها. صدق دكتور في عياته او مستشفى خاص او مستشفى حكومة ايام ما ان كان. لان ده الدور الاساسي للنقابة. طبع. حماية مريد وحماية طبيب. احنا بنحميش طبيب بس. صح. عشان الناس بتبقى فهمة بس متخيلة ان احنا نقابة لطباية احنا ضد المرضى. لا خالص. احنا بنجيب للمريد حقه. والعيان لما بيجينا. بيبقى اول حاجة بنعملها. اول خطوة بنعملها ان احنا بن بن بنشوف ايه الشكوى ايه الموضوع. وبنفحصه. وبنبعت نستدعي الطبيب المطلوب. ونقعد نتكلم معاه. ونشوفه. وبعد كده نبتدي نحلل العيان مشكلته. تمام? لو لو الموضوع عايز ياخد اجراء. احنا ما عندناش مشكلة خالص. ايه اجراء طبي او غير طبي. احنا بنبقى طبعا سابورتن جدا آآ للمريد. الحاجات التانية برضو اللي احنا بالنسبة للمرضى برضو دي كانت جزء في البلان بتاعنا في الفترة الجاية. محتاجين نعمل حاجات التوعية بتاعت المرضى بقى. اه طبعا. الحاجات الادواء المرأة الامراض المزمنة والكلام ده. محتاجين ان احنا نروح للناس. ممكن كان فيه بلان كده ان احنا نبتدي نشتغل على النوادي والتجامعات ان احنا نبتدي نعمل شوية آآ ندوات توعية. مم. ونربط الناس بال بالأطباء ونربط الناس بالنقابة. بعدهم بيزيك نولدش حتى. بالزبط. بالزبط. المطلوب ان احنا نشتغلهم. طيب دكتور احمد كده يعني بعد بقى كل اللي اسمعناه والاخدارتك حكيته. بتفضل الحياة الادارية والنقابية ولا حياة الدكتور الهدية في العيادة والعمليات والمستشفى. شوف انا دايما يعني دايما نقول لهم احنا انا في الاخر انا بتاع قلب. انا في الاخر هلف هلف وارجع الشعال كارديولوجس. صح. دي اكتر حاجة بعتز بيها. صح. اكتر حاجة بعتز بيها. صح. ان انا استاذ القلب في كلية الطب جامعة المرفع. الطلبة. اه. اشراف الرسائل الماجستير والدكتوراه. الطلبة الاندر جراديوت. وشغل القلب. انا في الاخر ده. دي الحياة الاصلية بتاعتين. صح. بعد كده كله بيجي. هيحصل. احنا بنشتغل كل جزء خدمي. تمام? بتقدر تقدم لرسالتك على قد ما تقدر. بتحاول تكتهد. تمام? وقت ما لقيني مش قادر اقدم حاجة. هنصحب. لكن في الاخر نقطة. صح. عاوزين بقى نختم كده بحاجة حلوة من وجهة نظر دكتور رحمد القرش. ايه هي الصفة اللازم تبقى في المدير عشان يليد الناس كويس. لازم يحبوه يخافوا منه. الاتنين? الاتنين. اه. يحبوه يحترموه. تمام? اه. لان جزء كبير من شغل الادارة. اه ان الناس لازم تبقى شغالها وبتحب الشغل. طيب. بتحب المكان. ومرتبطة بي. ومرتبطة بمديره على فكرة. اه. وجزء من ان انت بتحبب الناس في الشغل. انت مش بيحبك كشخص. طيب. هو بيحبك كاداري. اه. مش بيحبوش واحد عشان هو فلان. لا لا خلص. انا حابب اشتغل مع المدير ده. وفي نفس الوقت عامل حسابه. بالزبط. انه لو غلط. اه. او عامل مشكلة. مفيهاش الزار. اه. وخصوصا برضو ان احنا في الادارة بنشتغل احنا في ادارة مستشفى. كل واحد في ادارة المستشفى بيشتغل شغله بيمس بيمس المريض. طبع. وممكن يهدد حياة عيان. ده اكيد اه. لازم الكنسة بتدابي اواصل للناس. مم. انت ايما كان شغلتك. انت في الاخر بتأدي خدمة المريض. صح. فلازم تبقى انت فهم كواس قوي. حجم. المسؤولية اللي عليك. طبع. بس. مم. فهي دي القصة كلها. نمرة اتنين. مفيش مدير بيشتغل لوحده. طبع. مم. لازم يبقى عندك تيم. اه. وتيم وورك. اه. قوي. قوي. يعني دايما المدير القوي. يحب بقى دايما معا تيم قوي. يساعدوك. ما يجيبش تيم ضعيف ابدا. اه. لازم بقى تيم كله جامد جدا عشان الناس تشتغل. ازا. ودايما يعني بنقول ايه. ما تخافش ان انت تجيب الاقوية. الاقوية هكبروك. ازا. هتكبر ويكبرو معاك. تمام? دمي. لكن فكرة ان انا بجيب واحد ضعيف او مش صاحب قرار. عشان ابقى انا اللي باين صوله. مم. هو انت انت اللي في الصورة. لا 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 لا. دي فكرة قصيرة المدى جدا. لانك في الاخر بتوعها. انت لازم معاك تيم قوي جدا جدا جدا. انا مبسط جدا والله. ومش عاوز الحلقة تخلص بصراحة. ما يكبرسي جدا ولا. اه. وخدنا يعني معلومات بصراحة من اول الناس اللي لسه متخرجة في امتياز الناس بتفكر في السفر. حتى الاطباء يعني الاكبر مننا. خصصات وكده. اعتقد كله هستفيد بالحلقة دي. شكرا جزيلا. انا سعيد جدا جدا بالحلقة دي وان شاء الله تتكرر بيذن الله. شكرا جدا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. وشكرا لكم ولسه بتتفرجوا على الحلقة لحد دلوقتي. ما تنسوش بقى تعملوا شير وتعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب واستنوني حلقة الجاي. سلام.